أصوات المعارك هنا في الجبهة الشمالية لمدينة تعز لا تختلف عن أصوات المعارك في جبهة حراض بمحافظة حجة حيث يشق الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية طريقه متقدما على حساب الميليشية إذ لم يعد يفصله عن الخط الدولي الرابط بين حراض ومحافظة الحديدة سوى أقل من 12 كيلومتر بعد السيطرة على قرى بني فاضل ووصولا إلى قرية الخوارية والتواغل في وادي حيران خسائر الانقلابيين ترتفع على مدار الساعة فالمصادر العسكرية تتوكد مصرع أكثر من 50 عنصرا وإصابة العشرات وتدمير أربع دبابات والعديد من الآليات العسكرية في جبهة الساحل الغربي بنيران قوات الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية التقدم والانتصالات التي تحقق في الجبهات وعلى وجه الخصوص في محافظة حجة ما بين مديرية باقم وكذلك مديرية الظاهر في منطقة الملاحظ تم التقدم إلى السيطرة على منطقة حيران وسيطرة على السلسلة القبلية التي تسيطر على منطقة مران وقبل القميمة الذي يقع فيه ضريح المقتول حسين الحوثي وإلى محافظة البيضة وسط اليمان هاجمت قوات الشرعية مواقع الانقلابيين في مناطق جرجرة وكعاوش وعباس بمديرية ذي ناعم تبدو المعارك هنا في الجبهة الشمالية لمدينة تعز ساخنة تنكسخونتها في جبهة حرظ بمحافظة حجة وفي جبهة الساحل الغربي وهدف الحكومة الشرعية إنهاء مأساة الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب وبالانتقال إلى محافظة تعز تفشل الميليشية التابعة لإيران ولليوم الثاني على التوالي في التقدم نحو مواقع قوات الشرعية في الزنوج وشرقي معسكر الدفاع الجوي وفي الصياح وحذران شمالي وغرب المدينة محمد الحذيفي الإخبارية تعز